يعني نريد أن نبدأ الأول أن نعرف الناس، ناس كتير قوي ما يعرفوش الرياضة دي التزلج الفني على الجليد، بش بس التزلج على الجليد؟ آم آم تمام رياضتنا اللي هي التزلج الفني على الجليد اللي هي بالإنجليزي هي رياضة أولمبية شتوية هي طبعا نسبيا جديدة في مصر لأن دي أول رياضة أولمبية شتوية في مصر وده أول اتحاد رسمي في مصر معترف به من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية وأيضا الاتحاد الدولي للتزحلق على الجليد الرياضة اتنقلت وبقت موجودة في القاهرة وإحنا دلوقتي شايفين الجو يعني في العالم كله مش أحسن حاجة والجو حر جدا فنجي بنقول الجو حر جدا وعندها تزحلق على الجليد أحكي لنا التفاصيل بتحصل إزاي وأكيد المكان بيبقى معد بشكل مختلف أكيد احنا رياضتنا أولا طول السنة ناس كتيرة بتفتكر إن احنا بناخد أجازة في السيف ده مش صحيح لا احنا مستمرين طول السنة يعني كل الناس تبقى في الحر في السيف واحنا قاعدين في التكييف في الملاعب بتاعتنا تكييف واللي في الفريزر بقى على شاء بعدكم في الفريزر بنبقى لبسين جاكتات عادة وبلاطي يا بخطوكو احنا نتبقى معاك ياريت تشرفونا فطبعا احنا الملاعب بتاعتنا بتكون يعني هو بيبقى سطح جليدي واحنا في مصر يعني عندنا ملاعب عندنا كذا ملعب بصراحة بس هما كلهم مش الستاندرد سايز الأولمبي لسه بس احنا بنسعى جاهدين في الموضوع ده وطبعا بنتمنى ان احنا يكون عندنا ملعب يعني أولمبي اللي هو 30 في 60 بحيث ان احنا نقدر نستضيف مواسكرات وبطولات دولية قريب ان شاء الله لعبي ولعبات البتناج او التزحلق على الجليد محتاجين مرونة بدنية ومحتاجين كمان فيها فني يعني اللعبة نفسها فيها جانب فني وجانب رياضي ازاي ده بيشترك في التزحلق على جليد تعديد احنا يعني زي ما حردت قلت احنا الرياضة بتاعتنا فيها زي اللي هو الجانب الرياضي والجانب الفني وفي البطولات هم برضو بيبقى التحكيم على الجزئين دول يعني بالمثل ايكولي يعني فطبعا اللاعب لازم ان احنا بيجهزه يعني بياخد التمرين على التلج بيعمله القفزات والدورنات اللي هي جامس ان سبينز والستابس وكل الحاجات دي بس برضو في نفس الوقت لازم يكون عندهم يعني الجزء الفني ده مهم جدا فبياخدوا بالي بياخدوا جيمناستيكس بيعملوا off ice conditioning بيعملوا fitness بيبتدوا الاول ببالي وبيبتدوا بعد كده جنباز مش شرط ممكن يبتدوا معنا في نفس الحاجات اه وبنطلب ان هم لازم يكونوا بيعملوا بالي مثلا يعني مرتين في الأسبوع يعني احنا ابطال الجمهورية عندنا بيعملوا بالي عديد مرتين ثلاثة في الأسبوع اشتركوا في القناة